بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعض على الإنسان أن يستدرك ما فات من عمره بأن يكسر من الطاعات وقد قال شيخنا ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه وأرضاه إذا كان قد فاتك من عمرك الكثير من الطاعات فأكسر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لو فعلت كل الطاعات من صلاة وقياب الليل والصدقة وجميع الخيرات ثم صلى الله عليك صلاة واحدة رجحت صلاة الله عز وجل على كل الطاعات التي قمت بها في حياتك وفي عمرك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراء ثم قال شيخنا ابن عطاء الله فإنك تصلي على رسول الله على قدر وسعك والله سبحانه وتعالى يصلي عليك على قدر ربوبيته سبحانه هل يصلي الله سبحانه وتعالى علينا نعم ولهذا قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقف العلماء عند هذا المعنى ما معنى أن يصلي الحق سبحانه وتعالى على الناس وعلى خلقه قالوا معناه أن يرحمهم فهو الرحمن الرحيم وقالوا معناه أن يذكرهم في الملأ الأعلى فإنه قد جاء في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ومعنى أن يصلي الله سبحانه وتعالى على عباده أن يخرجهم من الظلمات إلى النور كما وضح في الآية سبحانه وتعالى وهو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وقد جاء في الحديث عن عبد الرحمن بن عوف أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل بستاناً ثم سجد وأطال السجود فخاف أن يكون قد قبض صلى الله عليه وسلم ثم جاء إليه وأراد أن يحركه صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم من سجوده وقال له ما لك يا عبد الرحمن ثم قال له فإنه قد جاءني جبريل عليه السلام وقال لي يا رسول الله إن الله يبشرك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه وهذا هو الذي جعل الإمام السمرقندي أن يقول نظرت في جميع العبادات في أفضلها قال فنظرت إلى كل العبادات فوجدتها من جهتين وجدتها أي الصلاة على رسول الله من جهتين من جهة الحق سبحانه وتعالى ثم من جهة الناس أما باقي العبادات من جهة واحدة من جهة العبد إلى الله الصلاة من جهة العبد إلى الله سبحانه وتعالى الصيام يقوم بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى أما الصلاة على رسول الله تكون من جهة الحق أولا ثم تكون من جهة المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي هذه هي الجهة الأولى ثم تأتي الجهة الثانية يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد جاء في الحديث إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمة السلام وجاء في الحديث أيضا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا كان المجلس ترة عليهم يوم القيامة نسأل الله أن يرزقنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما يقول الشيخ ابن عطاء الله إن الله سبحانه لو صلى عليك صلاة واحدة لرجحت تلك الصلاة على جميع الطاعات التي قمت بها في حياتك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فعليك أن تشتغل بكسرة الصلاة على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه واحفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته